طبعا تاريخ طويل النهاردة هنحي مع حضراتكو ذكرى ميلاد الجورنالجي لابد أن نحتفي بهذه المناسبة لأستاذ الراحل محمد حسنين هيكل والأدى 74 عام في بلاط صاحبة الجلالة بتاريخ طويل جدا عاش الأستاذ الكبير في عالم السياسة أيضا ورصد أحداث كبيرة شهدها الوطن بجانب أنه عاصر ملكين و7 رؤساء للجمهورية وصاحب كتابات الرخط لتاريخ مصر المعاصر وصناعة سياستها مهم جدا نحن نتعرف على أهم ملامحات الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل من الأستاذ إمام أحمد رئيس تحرير البرامج والأفلام في القناة الوثائقية سبع الخير أحضرك أستاذ إمام وأهلا بيك معنا في سبع الخير سبع الخير في سبع الخير هأن الأستاذ محمد حسنين هيكل تاريخ طويل جدا 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 وعاصر توقيتات مختلفة وعصور مختلفة في تاريخ حتى السياسة المصرية لو هنتكلم مع حضرتك عن ملامح شخصية الأستاذ محمد حسنين هيكل لو هنتكلم عن فترة حتى فترة الدراسة حتى فترة بداية امتهانه للصحافة ملامح كتير جدا ومحطات كتير جدا يجب التوقف عندها الحقيقة إحنا بنتحدث عن الأستاذ محمد حسنين هيكل إحنا بنتحدث عن يعني أنا أعتبره أنه صحف الكرن صحف الكرن العشرين على مستوى مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط بالكام ليه صحف الكرن؟ لأن الأستاذ هيكل دوره تجاوز حيقة سياسية كثيرة زي ما حضرتكم أشرته محطات فارقة في حياة الوطن شاهد على حروب مختلفة داخل مصر وخارج مصر يعني في بدايات الصحفية الأستاذ هيكلو في سن 19 و20 سنة في الإجيبشان جزيت في التوقيت دوت هو بيروح يغطي الحرب العالمية في معركة العالمين ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحرب الأهلية في اليونان ثم الحرب الأهلية في كوريا ثم الحرب الهندية الصينية ثم شاهد على أحداث إيران وده كان الكتاب الأول إيران فوق كبركان ثم النكب الثمانية واربعين وحرب ثمانية واربعين وكان متواجد هناك في الفلوجة إذن هو في توقيت مبكر جدا من عمره بدايات عشرينيات عمره كان شاهد على الحروب في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط وفي العالم بالكامل في مناطق مختلفة من العالم هذه التجارب المبكرة في حياة الأستاذ محمد حسرين هيك أعطت له زخما كبيرا وخبرة سياسية وخبرة عسكرية ساعدته بعد ذلك أنه لا يكون مجرد صحفي فقط ولكن هو قارئ جيد للأحداث هو صانع للسياسات هو شريك في الخمسينيات والستينيات مع الرئيس جمال عبد الناصر في وضع تصورات سياسية في ذلك الوقت وبالتالي هذه الخبرات كانت فارقة جدا مع الأستاذ محمد حسرين هيك صحيحة أيقونة زي ما بنقول لكن مراحل التعليمية النشأة كانت عاملة إزاي إيه اللي ساهم في صنع شخصية محمد حسرين هيك في الحقيقة الأستاذ هيك نشأ ودي يعني من المعلومات الخطاية الموجودة على الإنترنت أن الأستاذ هيك الولد في قرية باسوس في الأليوبي هذه معلومة خطاية وموجودة ويتم تدولها للأسف هو ولد في منطقة الدراسة بالقرب من حي الحسين كان في هذه السنوات المبكرة من طفولته كان جده يستحب إلى مسجد الحسين كان يجلس في جلسات الكراءة كراءة الكرآن الكريم وده ساعده على إتقان اللغة العربية في وقت مبكر والده كان تاجر غلال وقطن ولديه تجارة في هذا الوقت وكان يريد لابنه الكبير لو محمد حسنين هيكا أن يشاركه في عمليات التجارة يعني الحلم الأول للوالد أن يكون محمد ابنه الكبير تاجر ويكمل معايا مشوار التجارة ولكن في الحقيقة هناك شخصية لعبة دور محوري في الطفولة طفولة الأستاذ محمد حسنين هيكا وهي والدته والدته أصرت أنه يكمل تعليمه أصرت أنه يعني يسلك طريقه بعيدا عن طريق الوالد وكانت يعني تقرأ عليه بعض الحكايات القديمة وبعض القصص وبعض الروايات لا علاقة بالقادة لا علاقة بالعسكريين لا علاقة بالحروب وبعض الحكايات الشعبية زي أبو زيد الهلالي وغيرها وكل ده كان بيسهم في سياغة التكوين المبكر لأستاذ محمد حسنين هيك ثم هو في وقت لاحق بدأ يشتغل على نفسه مبكر بدأ يتكن لغاته وشارح الأمر ده أتكن لغة الإنجليزية واللغة الألمانية في وقت مبكر جدا حضر محاضرة كان فيها كاتب إنجليزي شهير اسمه سكوت واتسون سكوت واتسون كان مدير تحرير جريدة الإيجيبشن جزيت في سنة 42 لما حضر محاضرة وسمع سكوت واتسون هو بيتكلم عن الحرب الأهلية في أسبانيا تأثر بكلامه جدا وقرر أنه ياخد سكوت واتسون كمثال أو كقدوة ليه فبعد يومين من المحاضرة راح على مقر جريدة الإيجيبشن جزيت وطرق الباب وقال أنا عايز أتدرب صحفيين أكون صحفي زي الأستاذ سكوت واتسون دي كانت القدوة الأولى في حياته أستاذ محمد حسنين هيك وبالفعل دي كانت مرحلة مبكرة جدا وسهمت في سياغة فكره واستمر في الإيجيبشن جزيت لمدة سنتين كان بيتكن وقتها الإنجليزية والألمانية ثم انتقل إلى تجربة أخرى وهي تجربة آخر ساعة في تجربة آخر ساعة بيلطاق بيه أستاذه الثاني في التوقيت ده هو الأستاذ محمد التبع أستاذ محمد التبع هو مؤسس الصحافة المصرية الحديثة ورجل له إسهامات كبرى على تاريخ الصحافة المصرية هيك لما بيلطاق بيه الأستاذ محمد التبع بيبدأ وهو ذكر في كتابه بين الصحافة والسياسة أن الأستاذ محمد التبع هو أستاذه ووصفه بهذا الوصف بيبدأ يتأثر به بشدة ومرحلة النبوغ وهي مرحلة منتصف الأربعينيات وبدايات الخمسينيات بيتشكل صحفي مهم جدا في التوقيت ده إلى أن يصبح رئيس تحرير في سنة 52 قبل كيام صورة يوليو يعني البعض يربط محمد حسين هيكل بالرئيس جمال عبد الناصر وبعض المنتقدين لمحمد حسين هيكل يعني بيقولوا أنه حصل على مكاسب نتيجة علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر محمد حسين هيكل كان رئيس تحرير في يونيو 52 قبل كيام صورة يوليو بحوالي شهر وبدعة أيام كان رئيس تحرير آخر ساعة وكان عمر 29 سنة في التوقيت ده الحقيقة فكرة تقطية الحروب يعني شارك في حروب يعني كان شاهد على حروب كثيرة زي ما حضرتك ذكرت وسافر يعني فلسطين لتقطية أيضا الحرب هناك بجانب تقطية العديد من الأحداث الأخرى زي ما حضرتك ذكرت في كوريا وفلوجة وغيرها زي ده ممكن يكون كمان شكل وجدان أستاذ محمد الحسنين هيكل أثر حتى في طريقة كتابة لأن كل صحفي بيكون ليه طريقة مختلفة يقدر يوصل بيها رسالته الحقيقة أستاذ محمد الحسنين هيكل لوج عبارة أنا في أعتقد هي جزء من تشكيل مرحل الأولى وهي أن قيمة الإنسان لا تتبدأ إلا على حفة الخطر الشخصية الحقيقية للفرد لا تظهر في الأوضاع الطبيعية أو العادية ولكن في الأوقات الاستثنائية أو أوقات الخطر صحيح تظهر شخصية الإنسان ويظهر معدن وبالتالي هو اقترابه من هذه الأحداث مواقع النار والصراع والمعارك حول العالم هذه مناطق خطر سهمت في سياغ الشخصية الأستاذ محمد الحسنين وأنا أعتقد أن الأستاذ هيكل يعني اكتشف نفسه داخل هذه المعارك وداخل هذه الحروب ويلتقي بكبار القادة ويلتقي بكبار العسكرين في هذا الوقت ولكن في الحقيقة أن كتابات الأستاذ محمد الحسنين هيكل ونحن في الفيلم الوصائكي هيكل سيرة الأستاذ في قناة الوصائكية مع فريق العمل المحترف اللي يعني كنا شغالين مع بعض على الفيلم عملنا ما يشبه دراسة تحليل مضمون لكتابات الأستاذ محمد الحسنين هيكل أنا اكتشف أن فيه فارق كبير بين كتابات محمد الحسنين هيكل ما قبل الأهرام بصراحة وبدأ رئاس تحليل في الأهرام 57 ما قبل الأهرام كان يكتب فيه بداية من الإجابشن الجزيد ثم آخر ساعة وأخبار اليوم هناك فارق كبير بين هذه الكتابات وبين كتاباته في محطة الأهرام بصراحة الكتابات الأولى هي كتابات صحفي جيدة يكتب كتابة جيدة ألا محلوه زي ما بنقول آه بالضبط ألا محلوه ولكن هي تقف عند هذا السقف القلم الجيد صحفي فقط الرؤية الجيدة نقل الخبر بطريقة جيدة الدقة المعلوماتية التوصيق كل هذا كان موجود ولكن ما بعد الأهرام 57 وتحديدا فيه سلسلة مقالاته بصراحة لستمرت الأعوام كثيرة متتالية تحول الأستاذ هيكل إلى محطة تانية مختلفة تماما أصبح صانع للسياسات لديه قدر على التنبؤ لديه قدر على التحليل أصبح يتحدث عن السياسة الدولية بعمق شديد لدرجة أن دور النشر الدولية زي دار نشر قبلد دي دار بريطانية شهيرة تواصلت مع الأستاذ هيكل وعرضت عليه ملايين الجنيهات في هذا الوقت كي يكتب باللغة الإنجليزية كتب ومقالات في صحف أجنبيه لأنهم اكتشفوا القيمة الكبيرة عند الأستاذ هيكل ليس مجرد صحفي ولكن كشخص لديه القدرة على التحليل السياسي ولديه القدرة على التنبؤ السياسي بمصائر الدول والمعارك والحروب وإلى آخر هذه الأمور وبالتالي حصل تحول كبير في كتابات الأستاذ محمد حسيني نيكل من سبعة وخمسين مع رئاسة تحرير الأهرام وهو لعب دور كبير في أن يجعل الأهرام من صحيفة في سنة سبعة وخمسين كان صحيفة مديونة وكان بشارة أقل في هذا الوقت المالك يفكر في بيع الأهرام ويفكر في الخروج من الأهرام تحولت الأهرام من صحيفة مديونة إلى واحدة من كبريات الصحف العشر على مستوى العالم من خلال حالة التحديث التي عملها أستاذ محمد حسيني نيكل سواء على مستوى اللوجستيات داخل الأهرام أو على مستوى السياسة التحرير للأهرام أصبحت الأهرام كان لدينا صحيفة وما زالت طبعا صحيفة الأهرام صحيفة نفتخر بيها صحيفة مصرية عريقة التاريخ ولكن في هذا التوقيت من نهاية الخمسينيات والستينيات كانت صحيفة مؤثرة على مستوى العالم بالكامل عظيم أستاذ إمام عمليات البحث والتدقيق للمعلومات الموجودة في الفيلم اللي اشتغلتوا عليه في القناة الوثائقية إزاي قدرتوا تعملوها استعانتوا مين عشان نجمع المعلومة الصحيحة طريقة السرد كلينج عن المجهود اللي انتوا بزلتوه لإخراج هذا الفيلم الحقيقة يعني فور تكلفنا بالعمل على فيلم هيكل سرية الأستاذ وبالتعاون مع فريق العمل الناجح على رقصهم الأستاذ خالد النساج مخرج الفيلم بدأنا بداية وصلنا إلى كتابات الأستاذ هيكل كل كتب الأستاذ هيكل تقريبا في هذه الفترة قرأنا ما يزيد عن 50 كتاب للأستاذ هيكل الحلقات التلفزيونية وساعات الهوى التلفزيوني أكتر من 150 ساعات هو التلفزيوني الأستاذ هيكل كل هذه الساعات بدأنا نشتغل عليها بدأنا نقررها تحللوا منها شخصيته كمان صحيح نقرأ منه شخصيته عملنا رسمة شخصية وده مفهوم في الدراما عندما يعني يكون فيه فيلم أو مسلسل درامي تعمل رسمة شخصية للبطل ما هو تكوينه الاجتماعي تكوينه النفسي هذا الرجل ساعته بيولوجيا إيه هذا كان يسحى يوميا الساعة خمسة صباحا يكون على مكتبه سبعة ونصف صباحا دي ساعة بيولوجيا السابقة لا يغير حتى بعد استقالته من الأهرام كان يسحى خمسة صباحا على مكتبه داخل المنزل سبعة ونصف صباحا كأنه في العمل تماما فدي تفاصيل لابد من إدراكها عندما يعني تشتغل وصائكة على شخصية معينة وهذه الشخصية كان لها أدوار محورية فلابد من الوصول إلى هذه التفاصيل أيضا المحطات المختلفة في حياته الوصية اللي كتبها في سنة سبعة وتسعين ودي كانت من الانفرادات اللي ظهرت للفيلم أستاذ هيكا في سنة سبعة وتسعين كتب وصية على عشر صفحات هذه الوصية ظلت يعني في مغلقة تماما محدش طلع عليها حتى وفاته في 17 فبراير 2016 مع الوفاء الأسرة خرجت الوصية وقرأت الوصية وكان من المفاجآت الجميلة والصرة في فيلمنا أن احنا وصلنا إلى هذه الوصية طبعا بموافقة الأسرة وطلعنا عليها ونشرنا أجزاء منها وفي الحقيقة هي وصية شديدة البلاغة شديدة الأدن هي مش وصية سياسية ولا تتناول أمور سياسية ولا حاجة هي قصيدة حب للزوجة وللأبناء بيصف زوجته بأنها مهجة حياته وأنها أسعد شيء التقى بي على الطريق بيصف بيته في برقاش بأنه جزء من جمال الطبيعة كان يحب بيته في برقاش بشكل كبير جدا هي وصية على عشر صفحات نشرنا أجزاء منها في الفيلم الوصائقي في الجزء التالت منه وكتبها في سنة 97 وظلت طوال هذه السنوات حتى وفاته بما أن حضرتك معنا برضو خلينا نوضح لأستاذ المشاهدين نقطة مهمة جدا حضرتك ذكرتها في بداية حديثك ثورة 23 يوليو كانت من أهم المحطات في حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل وما تعلق بعد كده بعلاقته بالرئيس الراحة الجمال عبد الناصر لو حضرتك توضح لنا مدى قرب العلاقة أو شكل العلاقة بين الأستاذ محمد حسنين هيكل ورئيس الراحة الجمال عبد الناصر هي علاقة بين الشركين ده سؤال يعني في الحياة من الأسئلة اللي حاولنا نجاوب عليها في الفيلم ما شكل العلاقة بين الرئيس جمال عبد الناصر والأستاذ محمد حسنين هيكل في الحياة وبدايات العلاقة بينهم نشأت قبل محطة يوليو 52 نشأت في الفلوجة في فلسطين كان وقتها الرئيس جمال عبد الناصر يشارك في الحرب العربية ضد إسرائيل دفاعا عن أرض فلسطين وكان الأستاذ هيكل متواجد في هذه الحرب اللي تغطيتها صحفية التقوا للإسنان في الفلوجة في فلسطين وهنا بلأت علاقتهم الأولى ثم عندما قامت ثورة يوليو 52 تطورت هذه العلاقة واقتربت بين الرئيس جمال عبد الناصر والأستاذ هيكل والأستاذ هيكل في هذا الوقت هو كاتب فلسطين الثورة وهو كاتب قوانين الاشتراكية الأولى مع الرئيس جمال عبد الناصر وهو أيضا كاتب الخطاب المهم في باندونج في أندونيسيا 55 ثم خطاب التنحي في 67 ثم الوفاية خطاب الناعي في سنة 70 اللي تلاقي الرئيس جمال عبد الناصر فقدت الأمة العربية وفقدت العالم ده من كتابة الأستاذ هيكل ففي كل هذه المحطات كان الأستاذ هيكل متواجدا إلى جانب الرئيس جمال عبد الناصر وملازما له كصحف هام في هذه المرحلة وكصديق للرئيس جمال عبد الناصر وكشريك في هذه المرحلة سياسيا وصحفيا وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر كتب هيكل مقال اعتبروا البعض أنه مقال صادم ومفاجئ أنه بعد أربعين يوم في الأربعين الخاص بي الرئيس جمال عبد الناصر كتب الأستاذ هيكل عبد الناصر ليس أسطورة رغم الكرب الشديد والقوة الشديدة في العلاقة ولكن في متن المقال عندما تقرأه هو يتحدث عن عبد الناصر بأنه قيمة كبرى في التاريخ المصري الحديث ولكن لا يجب تقديسه وأن كل تجربة إنسانية لها وعليها وأن كل تجربة إنسانية قابلة لتصحيح أخطاقها وأن الرئيس جمال عبد الناصر لو متواجد حاليا هو بنفسه يقول كده أن هناك ربما يكون هناك أخطاء لابد من أن نصححها وهناك أمور جيدة لابد أن نستكمل وبالتالي كان شكل العلاقة بين هيكل ورئيس جمال عبد الناصر هي علاقة قريبة جدا بين رئيس يقود أحلام أمته في هذه الفترة وصحف موهوب ونابغ وأيضا هناك جانب من الصداقة بين الطرفين قريب جدا جمع بينهم خلال هذه السنوات أعتقد يا أستاذ إمامل أنه فرصة كويسة جدا ومناسبة لعرض الفيلم على القناة الوسائقية طبعا بكل تأكيد هيتعرف بنهاردة؟ بالتأكيد يعني هيعاد عرضه النهاردة وإحنا في الحقيقة بنتوجه بالشكر لأسرة الأستاذ هيكل وتحديدا مدام هداية تيمور سيدة راقية زوجة الأستاذ هيكل سيدة راقية وفتحت لنا كل الأبواب من أجل أن يخرج هذا المنتج تعلم منه أجيال الصحفيين والمهتمين بالسياسة كل شكر لك أستاذ إمام أحمد رئيس تحرير البرامج والأفلام في القناة الوثائقية شكرا جزيلا لك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك